كيف تقييمك لها التشريعات السينمائية أو التي تحكم مجال سينما في مصر؟ أنا طبعاً لجأت لحضرتك جداً في المدرسات بتاعت حدريك وكتابتك والسينما في مصر والسينما في الخمسينات لا حقيقي وأنا متطبعة حضرتك على الفكرة في حاجات كتير جداً ومثيق الشرف الاعلاني وكده وعلى طول مدوه عندها حقيقي حقيقي محتاجة برنامج لوحدك ومتطلع فيه ضيفة لوحدك بس في البرنامج كله شكراً فالفكرة كلها أنه التشريعات بالنسبة لي أنا وقعت في غرامها أنا طلب منكم الليفت بأن أنا أعمل كورس على التشريعات الإعلامية وبدأت بالتشريعات الإعلامية وبدأت رسوا أنا أدريسوا الكورس وبدأت رسوا في الجامعة للماجستير والبكالوريوس وبعدين وأنا بحضر في التشريعات أنا كنت بشتغل مع عزة الأرحمة سبع سنين في المهرجان القاهرة السينمائي لما كان هو رئيس المهرجان وكنت مسؤولة على المؤتمرات الصحفية للضيوف الأجانب ومن هنا بدأت بحاول أعرف إيه اللي مفروض وإيه اللي مش مفروض بدأت يبقى فيه تشريعات سينماية كده بسيطة أتدخل فيها فدخلتها مع التشريعات اللي بدرسها ووقعت في غرام بقى التشريعات بصفة عامة والتشريعات السينما بالنسبة لي غرام في السينما ومن هنا الدكتوراه بتاعي كان في أول الماجستير كان عملته عن كيفية نجاح مدينة الإنتاج الإعلامي كسامبل لإدارة الإعلام وبعدين في الدكتوراه عملته بقى على تشريعات سينماية لإن أنا هتمت جدا بيها وخصوصا دلوقتي في المنصات الجديدة تطور التقني ما خلي التشريعات برضو مش واضحة بالنسبة لمين الملكية الفكرية النوع ده من التشريعات برضو في الوقت الحالي مع التقنية تطورها أسرع من تشريعاتها فده برضو من الأشياء اللي أنا بحاول قد ما أقدر أبقى على اطلاع بها طيب بشكل نعم هذه التشريعات السينماية التي تحكم مجال السينما في مصر هل هي مشجعة ودفعة للأمام لهذا المجال أم أنها معوقة لا هي فيها طبعا كم هائل من التحديات وكم هائل من المعوقات لأنه كان في فترة ما الصنوع نفسهم بيعوقوا التطور كان فيه طبعا تشريعات خصوصا تشريعات اللي بيمارس بها التصوير الخارجي لبلاد خارجية في مصر خصوصا لما يبقى موضوع بيتكلم على الأهرام مثلا أو الإهرامات أو الأماكن السياحية في مصر فكان بيبقى ممنوع منعا بيتا أو غالي جدا جدا فده كان معوقات في منتهى الخطورة لأن الباقي بيطلع برا بيعمل بيصورها في بلاد أخرى لو أعتقد أن الأيام دي الحقيقة فعلا فيه مراجعة لهذا المجال هو فعلا تم مراجعة في ده مسألة أسهل أسهل وبقى في شباك واحد وبقى يعني التصريحات كلها بتطلع من شباك واحد لأنه كان عليك لو تتخيالي كمية التوادر في المجتمع اللي لازم والمنظمات والوزرات اللي لازم تروح لها عشان تطلعي تصريح تصوير يعني عبالي ما تطلعي تصريح التصوير ممكن يكون تصوير ده معناه هروب السينمائيين يعني طبعا لكن كويس أنه الحقيقة دلوقتي فيه تفكير آخر أنه يبقى فيه يعني سمولة في التصوير حتى في الشوارع صحيح وأنا بقول دايما أنه الأفلام الأديمة الأبيض والسود لو ما كانتش موجودة كان فيه جزء كبير جدا من شكل مصر زمان انتهى طبعا طبعا يعني إحنا طبعا إحنا عائلتنا يعني مغرمة بالأبيض والسود أفلام إسماعيل ياسين شيء لا يتجزق من حياتنا كلنا بدنام على الأفلام إسماعيل ياسين الحقيقة وأفلام معينة فالأبيض والسود إحنا كبرنا بالأبيض وأولادنا الرطيفين إحنا خلينا أولادنا برضو يكبروا بالأفلام الأبيض والسود الحقيقة